عايز أعرف تعرفوا إيه كلهم بشخص يعني عن علاقته بسعيد صالح أنت عارف أنا بتتلمز على إيد الأستاذ فؤاد معوض فرفور طبعا فرفور كان مكينة لا تتوقف عن إطلاق الحكايات والذكريات اللي بتجمع حضرتك بيهم بأستاذ فؤاد وبأستاذ عادل وبأستاذ سعيد وكان ساعتها طلع بعض الأقاولين للأستاذ عادل إمام تخلى عن أستاذ سعيد صالح في بعض هو وقت ما إحنا معانا مر بيها الله يرحمه ولكن أستاذ عادل بشهدت فؤاد معوض أنه لما يتخلى عن سعيد ولا عن أسرة سعيد لأنهم الاتنين بدقين من بعض وكان دايما رحلة الصعود مشتركة من قبل حتى ما نشوفهم إحنا في مدرسة المشاكبين على علاقة الصداقة كانت من قبلها بكثير حضرت طبعا اللي هتنورينا في دو لا مش قوي يعني ما حضرتش بس لكن أنت عارفة العلاقة ممتدة إزاي حركة قربتي قوي من الاتنين كمان أيوة أيوة وسمعت حكويهم صحيح يعني المراحل القبل كده شقاوة رهيبة صحيح بانوا مع بعض فإحنا بدل ما إحنا نتكلم عن العلاقة أنت قربتي من أستاذ عادل جدا وكنت عايزة تشتجلي معاه بطلب منك وهو حق الطلب ده أستاذ سعيد كان من قرب الناس ليكي كصديق طبعا إيه رأيك حضرت بقى إحنا إحنا اللي نسمع منك إحنا اللي هنسألك السؤال ده لا أنا طبعا أنا بالنسبالي لحد النهاردة أنا عشرت سعيد أكتر من عادل بكتير وكنت اشتغلت مع سعيد أكتر بكتير بس أنا لازال أشوفهم كده يعني ما أقدرش أشوفهم كده خالص يعني واسمع كنت حكويهم لما يتقابلوا بقى يعني مثلا إحنا كنا منصور أمهات في المنفى عادنا فيه تسعة شهر فيلم ده شيخنا فيه يعني وكان جنبنا سعيد بيعمل في ستوديو الأهرام بين مملكة الهلوسة فكان بييجي يخلص وييجي واحنا إحنا الإضاءة بتاعتنا أستاذ عبدالعزيز فهمي كان بياخد وقت طويل جدا في ضبط الإضاءة فكان أي حد يجي لنا مثلا يقول لنا أجيلكوا بكرة الساعة كان فعادل يقول له إحنا إحنا عاديين طول اليوم إحنا بنصور شط وبقيت اليوم بريك فتعالى في أي وقت يعني منقعد فترات طويلة فكان ييجي سعيد ويعودوا لاتنين بقى طبعا إحنا حواليهم بنسمع حاجات فاضيعة ضحك رائيب من هم صغيرين ومفلسين ومش عارف إيهه يبقوا ماشيين في الشارع فجأة يطلع في دماغهم يطلعوا يجروا فالناس تجروا وهم تقول حرامي حرامي وبتاقوا حاجات كملوا حاجات في الشوارع وأستاذ صلاح الساعدان اللي أرحمه كان من ضمن الجروب بتاعهم يا أستاذ طبعا طبعا صلاح وأحمد زاكي كان فيه حاجات بيشترك فيها لكن هم الاتنين لا 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 مرة وإحنا بنعمل الفيلم الأولاني اللي هو غوي مشاكل بنصور في فيلا قصر الشريفة دينا أو حاجة في المعادي قصر كبير كده وجننته كبيرة دا أول فيلم لحضرتك مع الأستاذ عادل أول فيلم مع الأستاذ عادل أه وبعدين النور قطع بتاع أربع خمس ساعات لا فيه ميا ولا فيه نور وأحنا عادين بمكياجنا وأه أستاذ عادل وأنا ونورة وفاروق الفشاوي الستة عزيزة حلمي يعني تقود في دلنا عادين كده بنموت بقى من الغطش بنموت من محمد عبد العزيز عصبي وعاني وفجأة الساس عادل بص بعيد كده وقال أصب أصب فاحنا قولنا أصب فجرينا جيبنا الرجل بالعربية وكملنا بقيت اليوم لحد ما النور جي قاعدين في صمت كل واحد بنعمل كده هنموت لا وهو الزعيم بقى بتاعنا جد قوي قد كمان صباح المنظر ده لو كان فيه ساعتها تليفونات بتصور يأملوش حل يعني جوازوا من أختك مثلا لا 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 أنا عايزكم تطلعوا على الموضوع ده من دماغكم خالص ليه يا تبكير؟ لا أصل الموضوع ده عايز تبكير ولا تبكير ولا حاجة يا متحة يا ابني أختك لسه تغيره وضروري هيجي عليها يوموت الجو ويعني مش هتجوز غيرك انت لحتى يا بعيد اللي أكت فيها لي حتى يا ابني تحلره شرعا أنا ما بكلمش عن الشرع أنا فيه حد متكلم عليها أنا إنت استني لما كامل كلام إنت عادلة على الوحدة؟ أنا قصد أقولي يعني إن أنا ما قدرش قابلتك موضوع زي ده للا ما أخد رأيها وبعدين مرة كنا بنصور الأفوكاتو فأستاذ رقفة المية الله يرحمه ويحسن إليه أعظم حاجة في العالم بنصور في الإسماعيلية فقال لنا بصوا بقى أنا لقيت حي كده بيتبني مساكن شعبية جديء قامة لم يمس يعني ولسه بيتبني ومش عارفة إيه وأنا عايز أعمل شقتكو في الحي ده قول رحنا وحي مغهجور مفيش حاجة خالص وبعدين دخلنا نصور في الشقة دي مشاكت بتاعتي أنا وشارقاوي اليسرى وبيتنا يعني وكان دور أردي كده دخلنا نصور خرجنا لقينا الإسماعيلية الجمهور كله كل الإسماعيلية موجودة فخدونا دقلجونا كده لقوا مدرسة جديدة قفلة خالص فتح ودخلونا جوه وعبال بقى مايه البوليس يجي ويروقوا الدنيا ومش عارفة إيه فعادل لقى السكريبت بتاعنا اللي بنشتغل عليه أستاذ رقفة كان بيقطع كتير قوي ويقعد يعمل زوايا من المشهد فيه 900 قطعة وتسعمية زاوية ومش عارفة إيه فعادل قال إيه تعالوا نخرج المشهد اللي جاي بطريقة أستاذ رقفة المي خدنا النسخة بتاعة محمد النجارة اللي لا يرحمه كان مساعد أول وكتبنا الديكوباش بتاع المشهد ده حيتصور إزاي يا الكاميرا في طيارة زوم إين علي وأنا بقول يا محمدين الكاميرا تحت الكنبة طالعة وتاخدهوا وكده كان أخرجنا المشهد بالطريقة دي أنا مستعد أدفع أي مبلغ في الدنيا وحد يجيب لي النسخة بتاعة محمد النجار دي كان عادل بقى حاطت فيها خلاصة أستاذ رقفة عمل إيه لما شافش شو بقى الكلام بقى إحنا لا يعني هو كانت الشغل معاه جميل ولذيذ وإفهاته كلها جديدة وحب حاجة اشترك في بقات ودشة الشهرية 14 جنيه 99 قرش وبقات سنوية 149 جنيه 99 قرش ترجمة نانسي قنقر